موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج كوشك الصحافة اخترنا فيه أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية كالمعتاد ونبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع التغيير نت جاء فيه وفد الحكومة يقول لا يمكن تحقيق تقدم في المشاورات إلا بتطبيق النقطة الأولى من أجنداتها وعنونا الموقع أيضا الرئيس هادي يترأس اجتماعا بمستشاره وبحضور نائبه ورئيس الحكومة ذكر الموقع أيضا ولد الشيخ يقول مشاورات الكويت إيجابية ونركز على ثلاث قضايا من العنوين التي جاءت تفاصيل آخر التطورات بشأن مشاورات الكويت أفادت مصادر يمنية أن اللقاء الأول بين طرفي المفاوضات التي انتلقت في الكويت الخميس لم يخلو من التشنج قالت المصادر لصحيفة الراي الكويتية إن المرونة عادت إلى المحادثات مع بدء مناقشة جدول الأعمال المرتكز على خمس نقاط وهي تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وجدولة الانسحابات من المدن ووضع خطوط رئيسية لشكل السلطة التوافقية التي ستستعد مؤسسات الدولة وعملية تبادل المعتقلين وتحديد آلية دائمة لمتابعة الحوار وتوقعت المصادر أن تستمر المفاوضات لفترة ما بين أربعة إلى ستة أسابيع تتخللها فترات استراحة تمتد لأيام وأوضحت المصادر أن وفد الشرعية كان متمسكا بتسلسل اندقاط الخمس فيما طلب وفد الحوثيين تغييرا في ترتيبها على أن تبدأ بشكل السلطة أو الحكومة التوافقية نتحول إلى موقع يمن مونيتر نطالع في صفحة الرئيسية المبعوث الأممي لليمن يصف أجواء مشاورات الكويت بالواعدة وفي موضوع متصل وفد الحكومة اليمنية يقول مستمرون في المشاورات بروح مسؤولة عنوان آخر الحوثيون يستعدون لمداهمة محلات الصرافة بمبرر مكافحة التلاعب بالعملة في التفاصيل ركز أيضا الموقع على خبر الانفجارات التي هزت مدينة المكلة قال سكان محليون إن انفجارات عنيفة هزت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد مدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت عقب سلسلة غارات لمقاتلات التحالف العربي على معاقل تنظيم القاعدة وتبقى لسكان ومصدر أمني اليمن مونيتور يقول استهدفت الغارات مقرات سيادية يسيطر عليها مقاتل القاعدة في المكلة منها مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية والقصر الجمهوري ومبنى شرطة السير وتابع الموقع تتزامن الغارات مع أنباء عن إعلان سلطات رسمية معركة تحرير مدينة المكلة من تنظيم القاعدة وتحريك قوة برية ضخمة وآليات من التحالف العربي إلى معسكرة حديثة للجيش في مدريات ساحل حضر موت للمشاركة في معركة التحرير على طاولة المفاوضات تحت هذا العنوان كتب فتح أبو النصر مقالا في موقع يمن مونتر وقال الكاتب ليس أمام الجميع وتحديدا صالح والحوثي والإصلاح وهادي والحراك السعودية سوى الدفع باتجاه الحل السياسي الذي يبدأ بتنفيذ القرار 22-16 لأنه الوحيد الضامن لمستقبل واضح الملامح أقل تدهورا وغموضا وأكثر إتاحة لتصحيح أخطاء الجميع بتجاه دولة ضامنة لعدم تمزق المجتمع أكثر أو غراق الدولة بشكل نهائي فضلا عن أنه الخيار الأمثل مقارنة بأوهام الحل العسكر الذي سيفاقم الأزمات ويضخم تعاسات غالبية الشعب الذين أنهكتهم الحرب وتداعياتها بحيث لن يمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية جراء التلهي الحاصل باستمرار إنتاج العنف فقط والحال إنه لم يسبق أن أحس كل يماني بفضاعة ضياع الدولة وجنون الميليشيا والسلاح المنفلت ومشاريع الإرهاب والتحشيدات الجهوية ما قبل الوطنية مثل هذه اللحظة ولذلك فإنه باستثناء المتعصبين لحماقاتهم يبقى على الغالبية الشعبية تنظيم صفوفها بمرونة وواقعية باتجاه الضغط لفرض الأولويات السياسية على الواقع وعلينا بالمقابل أن نتشافى من تناقضاتنا ونفهم طبيعة المرحلة ومقتضياتها بتماسك أخلاقي وقيمي يتجاوز ويهزم منطق الكراهيات المناطقية والمذهبية فما دون هذا التغيير في تفكيرنا السياسي والاجتماعي ستنتصر بالأشك اختلالاتنا المنتشرة على مجمل التوازنات التي نأملها بينما لن نتمكن من العيش سويا سواء كنا في الشمال أو في الجنوب وبالتأكيد يكفي مقامرات ورهانات معتوهة تغامر بالناس البسطة الذين تضررت مصالحهم من كل صنف ونوعهم بالملايين كما ينبغي تفادي تصاعد المنطق غير المسؤول الذي يغضي إلى استمرار الصراع بما يعني ازدياد الضرار على المدنيين والأبرياء مشاهدين إلى موقع نيوز يمن ونطالع فيه خلافات ترفع جلسة ثانية من مفاوضات اليمن بالكويت ومساعي أممية لحلها وورد في الموقع حزب الإصلاح يحمل الحوثي وصالح مسؤولية اغتيال اليعري جاء أيضا في العنوين تقرير حكومي لمشاورات الكويت يحصي 213 خرقا للإنقلابيين في 6 محافظات واهتم الموقع بخبر مطالبات لجنة الحقوق والحريات في الأمم المتحدة بوقف انتهاكات الميليشيا ونقرأ في التفاصيل طالبت لجنة الحقوق والحريات العامة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الجاد والعاجل لإيقاف الانتهاكات وخرق الهدنة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وقوات صالح وقالت اللجنة في بيان لها إنها تراقب مجريات الأحداث في محافظة البيضاء منذ إعلان بدء سريان الهدنة والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف إلى أن الميليشيا لم تبدي حسن النواية فيما تم الاتفاق عليه وقامت بشن قصف عشوائي على مختلف مدن وقرى المحافظة وأضاف البيانة الميليشيا قامت بشن قصف وهجوم على مواقع المقامة الشعبية بذيناعم وعبل بالسوادية والزاهر وقامت بإطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشة على مناطق الأجردي وحيد سوداء غراب ومنطقة الوهبية في السوادية وأشار البيان إلى أن الميليشيا تقوم بزرع الألغام والتي أودت بحياة العشرات من أمناء المحافظة ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى محاسبة مرتكم الجرائم البشعة التي تمارسها الميليشيا ضد المدنيين في مختلف محافظة الجمهورية نذهب إلى موقع الصحوانت نستعرض فيه أهم العنوين والأخبار وفد الشرعية ينفي التوافق على تشكيل لجنتين سياسية وأمنية قبل تثبيت جدول الأعمال وفي ذات الشأن الإنقلابيون يرفضون رفع الحصار عن تاعز في الجلسة الثانية من المحادثات وعنوان الموقع أيضا قطر ترحب بإنعقاد مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والميليشيا في الكويت تترق الموقع إلى تفاصيل المعارك بين الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي وعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبيان ويقول الموقع قتل خمسة وعشرون من عناصر تنظيم القاعدة في الحملة العسكرية التي بدأها الجيش الوطني والأمن على تجمعات التنظيم في محافظة أبيان وأسفرت عن إصابة ستة من أفراد الجيش والأمن بإصابات مختلفة وأوضح محافظ أبيان الخاضر محمد السعيدي في تصريحات صحفية جوثث عناصر التنظيم الإرهابي موجودة حاليا في مستشفى الرازي العام في مدينة جعار لافتا إلى أن الطائرات دمرت عددا من السيارات المفخخة التي جهزتها العصابات الإرهابية وأكد المحافظ أن الحملة ستستمر حتى تطهير مدينة تيز جبار وأحور داعيا أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم إلى رص الصفوف والعمل مع قوات الجيش والأمن والمقاومة لتخليص المحافظة من العناصر المتطرفة من موقع الموقع اخترنا لكم مشاهدين أبرز التطورات ومنها متفاوض الكويت يفشلون في إحراز تقدم والوفد الحكومي ينفي تشكيل لجان سياسية وأمنية وفي موضوع متصل المبعوث الأممي ولد الشيخ يكشف جدول أعمال المشاورات في الأيام المقبلة في عنوان آخر مقتل عنصرين من القاعدة بغارة أمريكية في محافظة مارب تناول الموقع التفاصيل مقتل أسرة إثرة لاغ من زرعته الميليشيا في تاعز وجاء في الخبر استشهد خمسة مواطنين في مدينة تاعز وجرح سبعة آخرين سبعة آخرون نتيجة انفجار لاغ من زرعته ميليشيا الحوثي والمخلوع استهدف حافلة ركاب في منطقة الضباب غرب المدينة وأضف الموقع وقالت مصادر طبية إن انفجار اللغم في الحافلة أدى بحياة خمسة مواطنين وإلى جرح سبعة آخرين وأشارت مصادر إلى أن من بين القتلى أسرة بكاملها لم ينجو من الأسرة سوى طفل وحيد وتابع الموقع وأودت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة تاعز بحياة مئات المواطنين خلال فترة عدوانها الهمجي على مدينة تاعز ختام جولة الصحفة اليمنية من موقع مصدر أونلاين نطالع فيه وفد الحوثي والصالح يرفض إصدار بيان بشأن وقف إطلاق النار وناطق الحوثيين يقول لن نرفع الحصار عن تاعز يتابع الموقع ولد الشيخ يقول تم الاتفاق على جدول أعمال من الأيام المقبلة وعلى لجنتين سياسية وأمنية يواصل الموقع في التطورات السياسية قائلا وفد الحكومة يقول المشاورات ستنضي حسب الترتيب المتفق عليه للمحاور الخمسة أما في الشأن الميداني تناول الموقع استمرار قصف الميليشيا الأحياء السكنية في مدينة تاعز ويسرد الموقع في التفاصيل سقط صاروخ كتيوشا على حي سكني بالجهة الشرقية لمدينة تاعز بعد وقت قصير من سقوط صاروخ آخر في شارع التحرير وسط المدينة وأكد مصدر ميداني أكد تجدد المواجهات تأفي الجهة الغربية للمدينة بالإضافة إلى قصف المدفعين مكثف تتعرض له مواقع الجيش الوطني في مقر اللواء خمسة وثلاثين والمواقع المحيطة وذكرت مصادر لمصدر أونلاين إن طائرات التحالف شنت ثلاث غارات على مواقع تمركز مدفعية الحوثيين حيث استهدفت الغارات جبل علا في منطقة الحبان وتبت السلال وتبت صوفيتيل والذي تتمركز فيه ميليشيا الحوثي والمخلوع بمدفعية هاوزر وذبابات تقصف بها المدينة مشاهدين الكرام إلى هنا ننتهي بالصحافة الداخلية وتبقى لدينا الصحافة العربية في أعدادها الصادر اليوم ولكن بعد فاصل انتظرنا مستمرون معكم في كشك الصحافة مشاهدين نصحبكم الآن إلى جولة الصحافة العربية وما قالت من أهم الأخبار والعنوين عن مفاوضات الكويت حيث كشفت مصادر مرافقة للوفدين المشاركين في المحادثات للعرب الجديد الجلسة الثانية التي عقدت صباح أمس طغت عليها الخلافات والمشادات الكلامية بوتيرة أكبر مما كانت عليه في الأولى الجلسات يوم الجمعة والتي قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنها عقدت في أجواء إيجابية ووفقا للمصادر فقد طالب الوفد الحكومي بضرورة تنفيذ إجراءة بناء الثقة التي جرت توافق عليها في ختام محادثات سويسرا في ديسمبر الماضي وفي مقدمتها إطلاق صراح أبرز المعتقلين وكذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدن وتعز تحديداً والالتزام بوقف إطلاق النار على أن يتم تحديد على أن يتم بعدها وفقاً للصحيفة البدء بنقاش القضايا المطروحة على جدول الأعمال بالترتيب بدءاً من انسحاب الميليشيات من المدن تسليم الأسلحة الثقيلة ومؤسسات الدولة إلى الحكومة الشرعية ثم إلى التوجه إلى حوار سياسي بين مختلف الأطراف وترى العرب الجديد إنه على الرغم من استمرار الخلافات التي عادت إلى ملفات الجولة السابقة من المحادثات وتحديداً فيما يخص المعتقلين إلى أن أمالاً حذرة لا تزال ترافق إنعقادها وذلك على ضوء التقدم الذي أحرزته التفاهمات السعودية الحوثية المباشرة وكذلك اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرت توقيع عليها في مدينة ظهران في جنوب السعودية من جانبها اعتبرت صحيفة الجريدة الكويتية مفاوضات أمس بأنها عسيرة وعنونت يوم صعب من مفاوضات اليمن وفشل في تثبيت الهدنا تقول الصحيفة أيضاً جولة صعبة من المفاوضات الخاصة بعملية استلام في اليمن شهدتها الكويت أمس حيث لا تزال الأطراف مختلفة مختلفة وخصوصاً بشأن إجراءات الثقة المطلوبة للمضي قدماً في الحوار وأولوية تثبيت وقف إطلاق النار تفيد الجريدة الكويتية شهدت الجلسة الأولى نقاشات حامية في هذا الصدد تخلى لها توجيه عضوة وفد المؤتمر الشعبي العام شتيمة إلى المبعوث الأممي وبعد إصرار الوفد المشترك للحوثيين وصالح على مناقشة الشيق السياسي اجتمع والد الشيق برؤساء الوفود كل على حدى وتنتقد الصحيفة تصرفات وفد الميليشيا حيث قالت إن مع حلول موعد الجلسة المسائية تأخر وفد الحوثيين عن الحضور إلى القاعة ما أثرت ساؤلات وشائعات عن تهديدهم بمغادرة المفاوضات وتضيف الجريدة وأفشلت الخلافات صدور بيان مشترك بشأن تثبيت وقف إطلاق النار إذ وافق وفد الحكومة على التثبيت مطالباً بتضمين البيان بنوداً بشأن فتح الممرات ورفع الحصار على المدن لا سيما تعز إلى صحيفة عكاظ السعودية والتي وصفت محاولات الميليشيا إفشال المحادثات بأنها نوعاً من أنواع المراوغة وفد الإنقلاب يراوغ ويتهرب من ضوابط التشاور في الكويت وتقول الصحيفة واصل وفد الإنقلاب مراوغاته في محادثات الكويت فيما ارتكبت ميليشياته المزيد من الخروقات في جبهة تعز نهم مأرب الجوف تفيد الصحيفة أيضاً بددت حالة الفوضى التي أثارها الإنقلابيون أجواء الثقة وقال مصدر الحكومي إن الخلافات استمرت بشأن جدول الأعمال وانتهاك الهنة واعتبر مصدر الحكومي مطالبة الإنقلابيين بإصدار بيان حول وقف إطلاق النار إهداراً للوقت وللتهرب من مناقشة القضايا الرئيسية في جدول الأعمال المتعلقة بآليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 22-16 وعلمت عكاظ من مصادر يمنية مطلعة أن ولد الشيخ منع عضواً في وفد المخلوع من التطاول على وفد الشرعية مطالباً بالالتزام بقواعد الحوار والتشاور إلى أن عضو الوفد استمر في المهاترات وفي تعطيل المشاورات ما دفع المبعوث الأممي إلى تعليق الجلسة الثالثة من المشاورات المشروع العربي قادم تحت هذا العنوان كتب حنيف حسن مقالاً في صحيفة البيان وقال الكاتب يدرك هذا المشروع العربي القادم أنه ضرورة في مواجهة أخطر تهديد تواجه الأمة العربية ممثلاً في المشروع الإيراني البائث والذي انطلق عام 1979 معلناً العداء للعالم والنهضة والحدثة والسلام والطوائف مصراً كما أعلن الخميني في الذكرى الأولى لثورته على تصدير الثورة والاضطراب لكل أنحاء العالم فجاءت سياسته التدخلية والرسالته نشر الكراهية والطائفية وأبث الفرقة والأحقاد بين بن الوطن الواحد ملخص هذا المشروع كما هو ثابت في دستوري تصدير الثورة تحت مسمى نصرة المستضعفين في العالم من خلال خلق ميليشيات وإثارة الخلافات المذهبية والنعرات الطائفية وإلغاء الانتماء الوطني نظام يؤمن بولاية الفقه على الدولة فوق مؤسساتها وبصلاحيات دستورية تتجاوزها وتتجاوز رموزها جميعاً متجاهلاً وهو يدعي إنقاذ العالم إنقاذ شعبه من البؤس الذي يعيشه وكانت قلقلته لأحدة شعوب والأوطان واستنفاره لنزاعات الطائفية وتوظيفه لها هذا ما حدث في لبنان والعراق وحاولت إيران فعل شيء نفسه في البحرين والسعودية وغيرهما ولكن كانت اليقظة حائط صد أب اختراقاته ورفض سمومه إن المشروع العربي الجديد مشروع إصلاحي وتعيشي غير صدامي وغير تدخلي على النقيض تماماً من المشروع الإيراني إنه نصرة للاستقرار وليس دعوة للفوضى هكذا فعلت الإمارات في مصر العروبة من خلال حزمة هائلة من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنمية الوطن والإنسان وتخلق آلاف فرص العمل وتشيد المصانع والمدارس والمستشفيات في إطار شراكة أخوية حقيقية إلى صحيفة السياسة الكويتية مشاهدين والتي عنوانت منظمة يمنية تحض المشاركين بمشاورات الكويت على الإنصات لأصوات الضحايا وقالت الصحيفة حضت منظمة حقوقية يمنية معنية بحقوق الإنسان المشاركين في مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت على الإنصات لأصوات ضحايا النزاع وأن تكون أولويات حقوق الإنسان ماثلة بوضوح على طاولة التفاوض ودعت منظمة حقوقية منظمة مواطنة اليمنية في رسالة خاصة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والأطراف اليمنية في مشاورات الكويت إلى الالتزام بإقرار آلية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى حقيقة الانتهاكات ولحفظ حق الضحايا ولإنصافهم وذكرت المنظمة في رسالتها اليمن شهد ويشهد منذ أكثر من عامين انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل كل الأطراف حيث قتل وجرح الآلاف من المدنيين وحتى الآن لا يبدو أن هناك أليا لا يبدو أن هناك أي توجه جدي للتحقيق فيها بشكل يضمن حفظ حقوق الضحايا وإنصافهم إلى صحيفة الخليج الإماراتية أوردت تقريرا خاصا عن ضرورة مواجهة الجماعة المتطرفة في اليمن وعنونة الصحيفة التحرك لاستئصال الإرهاب في اليمن ضرورة لضمان الأمن الإقليمي ويقول التقرير الخاص لم تعد الأزمة السياسية المعقدة في اليمن منذ سنوات بين قوات الشرعية وبين المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع الصالح هي فقط أخطر ما يهدد اليمن ويهدد وحدته واستقراره بل أضحى خطر الإرهاب خطر الإرهاب لا يقل ضراوة عن خطر الحرب المستعرة لما يشكله من تهديد ليس فقط لليمن بل للمنطقة وللعنم وتقول الصحيفة إن هذا ما يستدعي التحرك الجماعي لاستئصال هذا المرض قبل استفحاله وصعوبة القضاء عليه حيث تشكل الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة وعملياته المباغتة في حضر موت وأبيان ورداع والبيضاء ومدينة عدن وغيرها جرس إنذار للجميع وتضيف الصحيفة في ظل إنهاك قوات المقاومة الشعبية والقوات الحكومية وفي ظل تركيزها على المعارك ضد الحوثيين اتسمت عملية تأمين المدن المحررة مثل عدن وغيرها بالضعف وهو ما سمح للجماعات والتنظيمات الإرهابية بالتمدد والتحرك فيها وتفيد الخليج يجب أن تكون المواجهة العسكرية أكثر فاعلية من خلال تفاعل أكثر فاعلية من خلال تدعيم التنصيق الأمني والمعلوماتي والاستخباراتي مع دول المنطقة لوقف تسلل الإرهابيين عبر الحدود ولمحاربة العناصر الإرهابية بأساليب عسكرية مختلفة غير تقليلية وتحذر الصحيفة إنه إذ لم يتحرك العالم ويفتح عيونه لما يحدث في اليمن من تصاعد خطر الإرهاب ويتحرك بجدية لمواجهته فإن التداعيات ستكون خطرة وستطال الجميع دون استثناء ما رسالة إيران اليوم؟ تحت هذا العنوان كتب أسامة عثمان مقالا في العرب الجديد وقال أسامة على الصعيد العربي العام تستفيد إيران جزئيا من تردي أوضاع شعوب عربية حيث الاستبداد وغيره ووجود ما يشبه الفراغ القيادي لتظهر هي بمظهر الدولة الناجحة والفاعلة علما أن ثم تمن ينافس في ذلك بقوة وهو تركيا التي لا تستقطب رفضا عربيا كالذي تستقطبه إيران وعلما أن إيران لا تمثل نموذجا جاذبا أو ناجحا داخليا كذلك سواء على الصعيد الاقتصادي أو الحقوقي والديمقراطي إلا أن بعض نجاحاتها الخارجية قد تغطي ولسيما لغير الخبراء بحيثيات الأوضاع المعيشية والاجتماعية داخل إيران وعلى الرغب من استفادة إيران من تحسن علاقاتها بأمريكا إلا أن الكفة لم ترجح لها بعد فالسعودية الدولة المقابلة لإيران عربيا وإسلاميا قد أحرزت أخيرا نصرا سياسيا وديبلوماسيا على إيران بإدانة واضحة وقوية من منظمة التعاون الإسلامي لتدخلات إيران في المنطقة واستمرار دعمها الإرهام بعد أن تصدت السعودية للتوسع والهيمنة الإيرانية في سوريا ولبنان واليمن في وقت تقترب فيه الرياض شيئا فشيئا من مكان تهران السابق في الاستعداء الإمريكي وها هو العراق الذي كان ولا يزال لإيران فيه اليد الطولة تستفحل أزماته وفي مقدماتها السياسية ولس ذلك بسبب المكونات البعيدة عن إيران أو التي لعلها الأكثر تضرورا من السياسة والهيمنة الإيرانية وبعد هذه الحصيلة العملية من التأزمات العربية التي إما تسببت فيها إيران أو أسهمت على نحو فاعل في تفاقمها لنا أن نسأل ما رسالة إيران إلى العالم الإسلامي أو ماذا تبقى من ذلك الخطاب الإسلامي والداعم للشعوب المستضعفة أو ما الذي يلزم تعديله منه مشاهدين الكرام وصلنا إلى الختام وهي مجموعة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقة اليوم من كشك الصحافة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر